هنعيش جنة الله على الارض لما وعينا يزيد لما نبتدي يبقى وعينا معدي نعدي كل اللي حوالينا ان الوعي نعمة كبيرة ونور بنور حياتنا وبصرتنا فلما بندوقه بيبقى نفسنا كل الناس تدوق هنبقى هنعيش جنة الله على الارض لما نبني جيل عنده وعي جيل عنده يعمل طفرة في المستقبل في الوعي في المجتمع عندنا جيل هنربيه بيقى سليمة آمنة نخليه عنده ثقة في نفسه جيل نخليه نهتم بدل ما يعني زي ما بنهتم وبدل ما نهتم انه ازاي نطلع دكتور ونطلع مهندس نهتم ان احنا نطلع انسان حقيقي عنده من الحرية اللي هو يقدر يكتشف بيها نفسه بنفسه فعلا ده هيغير فيه حاجات كتير جدا وهيخلي مجتمعنا كله يتغير وكمان مهمة قوي علشان نعيش جنة الله على الارض ان احنا وعينا يبان في افعالنا وكل ولادنا وكل اللي حوالينا نعديهم بوعينا ده زي ما قلنا ان هم يعرفوا ان الانسان الواعي بيقتل خوفه بيقينه بالله الانسان اللي عنده وعي بيحب الكون كله حب لا مشروط ما فيهوش تعلق ما فيهوش ارتباط عشان كل الارتباط تعلق اساس السلبية في العلاقات الانسان اللي عنده وعي بيتسامح ويغفر مغفرة حقيقية من جوه ومن بره علشان بيشوف الصورة كاملة بيشوف ما بعد الحدث الانسان ده اللي بيقزيني بيقزيني ليه فبيبقى عنده طاقة تسامح وطاقة تقدير كبيرة جدا ممكن يساعد الشخص اللي بيقزينيه الانسان اللي عنده وعي انسان بيقضي على الايجو بتاعه وبيبقى مش ما بيفرقش مع رأي الناس فيه علشان هو ما بيحكمش على حد انسان اللي عنده وعي ما بيقرنش نفسه بحد وما بيقلتش حد علشان هو حاسس ان هو وعارف ان هو ليه بصمة ما بتتكررش وكل واحد ليه تجربته في الحياة الانسان اللي عنده وعي مرجعيته بيستبدل بيها لانا مكان الروح بيحط الروح مكانها بتبقى مرجعيته الروح بيسمه وبيعله الانسان اللي عنده وعي بيبقى عارف ان هو في تجربة ارضية وان ربنا ما خلقناش عشان نتنافس وان احنا كل واحد ياخد مركز اول او تاني لا مفيش مراكز لكن فيه ناجح وصائط وشرط النجاح في التجربة الارضية ان احنا نساعد بعض ونساعد غيرنا هو ده شرط النجاح عشان كده بيحل محل التصارع والتنافس عنده والحجد والكرهية المساعدة روح المساعدة الانسان اللي عنده وعي انسان مرن بيتغير وبيتكيف مع التغيرات مش بيقومها انسان اللي عنده وعي انسان بيحب الخير لغيره وبيحس انه نجاح اللي قدامه مش ياخد من نجاحه بالعكس ده هيضف له انسان اللي عنده وعي بيبقى سعيد سعادة مصدرها اللي جواه مش بيستنى حد او يستنى يربط سعادته وبأي شخص وبأي حاجة في الكون الانسان اللي عنده وعي بيستمتع بوحدته مش بيتقلم منها عشان هو بيتحد مع الكون بيبقى الكل في الجزء والجزء في الكل الانسان لما يبقى عنده وعي بيكتشف ان جنته ربنا خلقها جواه وان هو قيمته مش محتاج يحارب ومش محتاج ان هو يبزل مجهود كبير قوي عشان يوجد ليه قيمة وحتى لما يوجد قيمة يفضل يحارب في الحياة علشان ما تقلش وعلشان ما تروحش بيكتشف ان قيمته فيه ربنا خلقها فيه مش محتاج يعمل كل ده هو مجرد خلقه هو فيه قيمة قيمته ان هو نفخة من روح الله قيمته ان هو خليفة الله على الارض قيمته ان هو ربنا صخر ليه السماوات والارض والكون كله قيمته ان الملايكة سجدت له تخيلوا لما انت وانتي وكلكو تحسوا بقيمتكو ديه ده هيولد عندكو طاقة ايه هيولد عندكو وعندي وعندنا كلنا طاقة حب تكفي الكون كله طاقة تسامح طاقة وفرة حتى لو ما حققش حاجة في الحياة المادية طاقة تسليم لله سبحانه وتعالى وإيمان يعني طاقة تكفي الدنيا كلها عايزة اختم بمقولة اللي علي بن ابي طالب كان بيقول فيها وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر فعلا انت الكون والكون انت اعرف امتك مشاهدينا حلقتنا النهاردة خلصت وبتمنى انها تكون فادتكم هلتقي معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة ومفتاح جديد من مفاتيح الاستمتاع بالحياة السلام